أعرب رئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للجهود الحثيثة لسفير محمد صالح الزويخ سفير دولة الكويت في دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية كذلك خلال استقبال رئيس السيسي لسفير دولة الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكدت دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت وذلك في إطار المحددات الثابتة للسياسة المصرية لصون أمن الخليج كما أكد أيضا الرئيس السيسي على التقدير للدور الحكيم لأمير الكويت نوافل أحمد الجابر الصباح في قيادة الكويت وشعبها الشقيق نحو التقدم والإزدهار ورعايته الكريمة للجالية المصرية في الكويت من جهته أعرب السفير الكويتي عن عميق تقديره لتشرفه بلقاء الرئيس السيسي مؤكدا اعتزازه بفترة عمله بالقاهرة وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون وأضاف متحدث الرئاسة أن السفير الكويتي قد أعرب عن شكره للشعب المصري صاحب الحضارة العريقة على ما لقاه من ترحاب وكرم ضيافة كما شدد على أن مصر أصبح لها قيادة حكيمة متمثلة في الرئيس السيسي تعد نموذجا يحتدى به في الرؤية التنموية والنهضة